شهد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي مراسم توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصة في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعة مصطفى القابدة المصرية وأعلنت القابدة ADQ وهي شركة استثمارية قابدة مقرها أبوظبي ومجموعة أدناك عن التوقيع للاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة آيكون ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعة مصطفى من خلال زيادة رأس المال وتعد آيكون شركة رائدة في سوق الفنادق الفخرة في مصر حيث يمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري وبموجب هذه الصفقة تبلغ حصة القابدة ADQ من إجمالية الاستحواذ 49% بينما تبلغ حصة أدناك 5.51% تنطلق معارض أهلا رمضان في منتصف شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر وستشهد كل محافظة معرضا رئيسيا فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية وأكدت الدولة توافر كافة المواد الخام ومستدمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين وتجار لمدة تراوح من 2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض الصلاع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة حصلت مصر على المركز الثالث في أول مشاركة لها في المسابقة الدولية لإدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة الأمريكية وفاز الفريق المصري إليت المكون من أربعة طلاب من طلاب كلية النقل الدولي واللجستيات فرع أسوان بالمركز الثالث عالميا إلى جانبي منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية ونجح فريق إليت في مواجهته وتجاوز التحديات خلال المسابقة حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي يتواصل موسم عصر قصب السكر بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجح ميدي وكومومبو وتواصلت دولة جهودها لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية جهود متواصلة تقوم بها الدولة لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل الأمراض والآفات ولسيما قصب السكر الذي تواصلت عملية عصره بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجح ميدي وكومومبو وإطلاق إشارة بدء العصر ففيكومومبو يستقبل المصنع يوميا حوالي 15 ألف طن من قصب السكر من المزارعين والموردين بإنتاجية تصل إلى 1300 طن سكر وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي مليون ونصف مليون طن سكر وهو يمثل إنتاج زراعة 52 ألف فدان من قصب السكر موسم العصير بيبدأ إن شاء الله بـ 1-1-2024 متوقع السنة دي إن شاء الله بإذن الله نعصر حوالي مليون ونصف طن قصب بمعدل 15 ألف طن يومي يعني في حدود أكثر من 100 يوم بقليل 102 يوم تقريبا وفي هذا الإطار أعرب المزارعون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفعه سعر طن القصب تسليم المصنع إلى 1500 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه عن العام الماضي ويحصل المزارعون على الشكل خاص بالتوريد فور الانتهاء من الميزان مراحل التصنيع تبدأ باستقبال القصب من المزارعين حيث يتم تفريغه بوسطة أوناشين ثم رفعه إلى طبال آلية ثم يتم تكسيره إلى قطع صغيرة مع تجهيزه للعصر وكلما كان التجهيز أفضل زادت جودة الاستخلاص ثم يدخل مرحلة العصر نحن مصنع كوبومبو ده مصنعنا وأنا مزارع عن أبوي أو جدي مزارعين في مصنع كوبومبو وبنورد ما يقل عن 500 ألف طن سنويا وفي مشاركة بيننا وبين إدارة مصانع السكر نزرع قصب من أيام جدي اللي يرحمه منورد لشركة السكر على طول ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده العظيم في دعم الصناعة ومزيد من التقدم والرقي إن شاء الله الحمد لله يعني فزرات القصب أبنى عن جد الحمد لله تمام السعر مناسب معادل الحمد لله مجازي مع الفلاح وفي زيادة انتاجية وخبالك يعني الفدان كويسة من 60 إلى 62 طن 63 طن مورد قصب كل سنة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته اللي هو قائم بيها وإن شاء الله كده ربنا يعدل حال البلد مصنع كومومبو ذو التاريخ العريقة هو صرح صناعي من أكبر المصانع التاريخية على مستوى الشرق الأوسط فقد تم إنشاؤه في عام 1912 ويعصر ما يقرب من مليوني طن من القصب المورد من حوالي 18 ألف مزارع لينتج 25% من الانتاج المحلي للسكر بإجمالي 200 ألف طن أكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأكدت الهيئة أن الملاحة منتظمة من الاتجاهين وأن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها مليونين وثلاثمائة ألاف طن وأكدت هيئة قناة السويس حرصها على فتح قنوات واصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنصيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط أربعة بالمئة مع تحول ناقلات نفط مصاريها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لقوات الحوثي في اليمن وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة أربعة وواحد من عشرة لتصل إلى ثمانين دولاراً وسبعة وخمسين سنة للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس بنسبة أربعة فاصل اثنين بالمئة لتصل إلى خمسة وسبعين دولاراً وسبعة سنتات للبرميل وارتفعت كذلك أسعار المزاط عالمياً بنسبة اثنين فاصل ثمانية وأربعين من مئة بالمئة لتصل إلى دولارين وأربعة وسبعين سنتاً للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة خمسة فاصل سبعة وتسعين من مئة بالمئة لتسجل ثلاثة دولارات وثمانية وعشرين سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى أسواق الأمريكية حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وولد ستريت بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع وعزز توقعات على تخفيضات قريبة الأسعار الفائدة الأمريكية وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى وأصاعد المؤشر داو درونز الصناعي بنسبة أحد عشر من مئة بالمئة كما فتح المؤشر ستاندرد أنبورس خمسمائة مرتفعاً بنسبة ثلاثة وعشرين من مئة بالمئة وزاد كذلك المؤشر ناس داك المجمع ثلاثة وعشرين من مئة بالمئة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة